ومن حديث شاهي يسيلوا له اللعاب بيت بالبسترمة وبلوبيت بالبيض وفول بالاشطاب يا خبراميار او بيت بالسجوء بقى اوعى الى حديث حول التغذية الصحية تحديدا تاكل ايه صح بس السؤال هو انا ينفع اكل صح بس يبقى اكل طعم ولذيذ وجميل دكتور وعدة امين اخصائية التغذية منورانا عاملة ايه كويسة الحمد لله الحمد لله ينفع يبقى الاكل طعم وجميل وشاهي وابقاعد قدامه كده قلبي بيدق ويرفرف ويهفهف وفي نفس الوقت ما تخنش مش هيبقى للدرجات يعني عشان نبقى وقعيين مش هيهفهف قوي يعني زي البيض بالبسترمن اللي في الغيف البلدي ولا زي المكرون بشامل بس هيبقى حلو يعني مش لازم يبقى اكل دايت منوش طعم خالص بس عمره ما هيبقى زي السكر والمقليات والكلام ده يعني ازاي اكل وانبسط بس ما تخنش واشبع ويبقى الاكل طعم مازي هنأكل وانا بالنسبة لي موضوع الشبع ده مهم جدا عمات ده بالنسبة لي مفتاح ان انا كمل اصلا في الضايت انا مواجعين مش هكمل هاكل واتبسط اكتر حاجة اصلا بتبقى سبب في ان احنا ندخن وبتبقى سبب في ان احنا ندمن الاكل كتير ان احنا بناكل دايما النشويات كتير قوي مع دهون كتير قوي فلو انا عايز اكل واتبسط من غير ما تأذي افصلهم عن بعض ابعد النشويات عن الدهون دي خطة سهلة جدا اي حد ممكن يعملها ومش محتاجة ارادة قوي يعني انا هبقى كلت اللي انا عايزه واوكلت الحاجات اللي انا بحبها بس من غير ما اخدهم على بعض لان دي هي اللي بتعمل الكارسة ودي اللي بتخلي الموضوع اصلا انا مش عارف اوقف وما فيهاش ارادة فتة لو قلت الدهون يعني مثلا طبق فول بزيت الزتون ما هو زيت الزتون دهون وبعدين هنخبط سرقيس وبعدين يعني هتبقى برضو حفلة هنلمت بس هنقلل بس شوية الاكل بالشوكة والاكل بالمعلقة ده مش حتى لو هناكل نشويات ما تبقاش مع دهون كتير هو ده اللي عمل المشكلة هو ده اللي بيخلي الموضوع مش هعرف اصلا انا سيطر طيب اشرحي لي اكتر يعني انا مثلا دلوقتي احنا ده اللي كل الناس بتعمله ده الاكل الطبيعي اللي كل الناس بتعمله انا هنأكل الاكل فيه بروتين كتير قوي ودهون كتير قوي ونشويات كتير قوي اللي هو كل الاكل بتعمل كل شري المقرب بشامل والساندودشات والحاجات دي كلها بتبقى كده ايش يعملها يهاكل بروتين ونشويات يهاكل بروتين ودهون مش التلاتة على بعض يعني يوم ما هاكل لحمة فيها دهن ما خدش معاها عيش ويوم ما هاكل عيش اكله بفول فول ده يعتبر مصدر نشويات على فكرة زي ما هو مصدر بروتين بس مش لازم يبقى فول بزبدة بعيش حتى كمان من الحاجات الحلوة في النوع ده من الاكل ان احنا هنفصل الفصلة دي انها مش هحس بالتقلة اللي بتيجي بعد الاكل ده هبقى خفيف ايه ممتعة برضه لا تقوله مش ممتعة تاكله تجع مظهرك لورا اتناب على الكلبة وانتقل دي خطوة اي حد ممكن يعني قبل حتى ما نتكلم فقطع ايه ومش قطع ايه قلب فصلة بس في الاول امال كانوا زمان يقولوا لنا افصل البروتين عن النشويات لا مش هتعمل الفرق اللي هافصل البروتين عن النشويات مش هتعمل الفرق اللي انا محتاجه الفكرة قصة وانا ليه بقول افصل الدهون عن النشويات لان المكس ده فيه ادمان لاي حد مهما كان عنده ارادة ان انا حطتلك التلاتة على بعض يعني فيه ادمان نشويات ادمان سكر فيه ادمان نشويات وادمان شوية سكر وادمان اكل عامة اوكي يعني فيه ناس عندها شراهة اكل هو ده الاكل هو الحياة والاكل هو كل حاجة في الدنيا وده فعلا مشكلة يعني مشكلة بتتعالج بتتعالج كادس اوجي مقدرش اقنكر الاكل بالنسبالي شيء عظيم رائع مزيكة ترجمة نانسي قنقر